شهد منتزى ساحة الشهداء وحديقة الثاني والعشرين من مايو بمدينة زنجبال في محافظة أبيان إقبالا كبيرا من قبل الزائرين من أبناء المديرية وضواحيها خلال يوم يعيد الأطحى المبارك للتنزه في الترفيه خلال إجازة العيد ويأتي هذا الإقبال عقب إعادة التأهيل ورفض الحديقة بالألعاب المختلفة وتشجير مساحات كبيرة وتركيب الكراسي والمضلات لجلوس العائلات وتجهيز كافة منشآتها في إطار اهتمام قيادة المحافظة ممثلة بمحافظة المحافظة اللواء الركن أبو بكر حسين سالم بتأهيل المتنفسات والمنتزهات في عاصمة محافظة أبيان وتجهيزها لكي تستقبل الزوار والمرتدين خلال إجازات الأعياد والمناسبات الأخرى